قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده لا تريد أن ترى تصعيدا وجبهة ثانية في حرب إسرائيل مؤكدا الشعور بالقلق إذا ذلك كيربي أضاف في تعليقه على مغادرة بني جانتس إنني غير متأكد إن كان لدى نتنياهو خيارات كثيرة بشأن حكومة الحرب على حد قوله الأمر يعود إلى القادة الإسرائيليين ورئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الذين تعاملوا معه نحن نتنياهو منتخب ليترأس الحكومة الإسرائيلية وهذا ما يتعامل معه الرئيس بايدن وسيواصل التعامل معه نتنياهو وبيدن لا يتفقان على كل شيء ولن يتفقا على كل شيء مقبل ولكن لديه مع علاقات طويلة الأمد وخط مفتوح أعتقد أن خيارات نتنياهو تضاءلت بعد مغادرة جانتس حكومة الحرب ترجمة نانسي قنقر